احتفلت جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوى باليوم العالمي والعربي لذوي الإعاقة تحت شعار بالعلم والعمل نرتقي إلى الأفضل وخلال الحفلة الذي أقيم بمركز الشاعر يسلم بن علي أكد وكل المحافظة المساعد علي الكندي دور الجمعية في خدمة ذوي الإعاقة وفي مختلف المجالات مثنيا على جهودها للتعريف بحقوقهم وتمكينهم من الحصول عليها ومؤكدا دعم السلطة المحلية لها ومساعدتها على تعزيز مسيرة مركزيها التعليمي والطبي بالمحافظة من جانبه استعرض الأمين العام لجمعية رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظة محمد دحيلة الجهود التي بذلتها الجمعية لخدمة ذوي الإعاقة ولقرابة عقد من الزمن منوها بنجاحها في تأسيس المركزين التعليمي والطبي التابعين لها وخلال الحفلة الذي حضره وكل المحافظة أحمد الدغاري وعلي الحجري وناصر القوميشي قدمت زهارات من طلاب المركز وعدد من مدارس التعليم بمدينة عتق وصلاة إنشادية وغنائية ومسرحية عبرت عن المناسبة ولاقت استحسان الحاضرين ترجمة نانسي قنقر